موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي مرة جديدة أتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم جاءت لكم وصفة بيزا محشية بالجاج بصرصة البيضاء تجيب بزاف بزاف بنينة واقتصادية دلكم ستني معمر يعني عشاء اقتصادي تأكلوا وتخلوا دروك رحوا المقادير بالنسبة المقادير هنا عدنا مقادير سهلة عدنا هنا حبة على البيض هنا عدنا زوج مغارف كبارة السكر يعني زوج ملعقة كبارة السكر ملعقة كبيرة خميرة الخبز وعندي مغرفة صغيرة خميرة ملعقة كميعية عدنا ماء ما ينلمون العجين عدنا ملعقة حليب بودرة وعندنا ملعقة الملح وعندنا 500 جرام فارينة يعني رطلت الفارينة وعندنا شوية الزيت هادي هم المقادير هنا في إيناء وليبول نجيب المقادير الجافة نحط الفارينة فلنقول لكم 500 جرام فارينة يعني الطل تا فارينة نجم انتم تضحفوا المقادير لابتو الدينو في سني كبير بزاف هنا عندي ملعقة تا حليب بودرة يعني تا حليب لحظة عندي زوج ملاعق كبار تا السكر يعني زوج مغارف كبار عندي ملعقة كبيرة تا الخميرة ملعقة مغارف خمارة تا الخبز وعدنا مغارف صغيرة تا خمارة كيميائية هنا نبدو نخلط المقادير الجافة نخلطوهم مليح مع بعضهم البعض كما تشوفوا الملح ما درتهش معهم باش ما يتفاعلش مع الخميرة الملح دائما نبغي نخليه مع التاري هنا نخلطو هاد المقادير هنا أنا غالي نعجنهم في البيتران في الخلاط الكهربائي تنجمو تعجنهم بل يد تاعكم عادي أنا غالي باش ما نطولش عليكم هنا حطيت هاد المقادير الجافة نزيد عليهم حبة تا البيض كما تشوفوا حبة كاملة ونحن نشعل البيتران تاعنا وخليها الدور يدخل فيه كملي حد البيض ونزيد الزيت نضيف ملعق كبار كما تشوفوا هكا نضيف ملعق كبار ثلاث ملعق كبار هنا نزيد الملح ملعق كبار يبقى على حسب الدوق هنا بعد خلطوا مليح نضيف ملعق نضيف ملعق الماء يكون دافئ نضيف الماء على حسب مثل اللجانة هنا يقوم بسم تلمت المترك تخلطها مليح تلمت ثلاثتها في اللجينة ونضيف فوق عمل ونضيفها وذلك ومن ثلاثتها فوق سطح العمل لا تكون قصصة سيئة لن تتكون هنا نجيب ديك العجينة بعد ما ديكتها نحطها فوق هذا البولت نغطيها بسربيتة ونخليها تريح قد ما ريحت قد ما تجي نتيجة مليحة أنا خليتها تزوج سويحة كاريهات بالنسبة للحشو هنا عندي الروبوت الذي سنتحن فيه هنا عندي زوج حبات البصل الكبار وعندي هنا جيج يعني كفتة تاعد جيج هنا الاختيار ثم يبقى لكم تنجموا تحشوها بأي حاجة تنجموا تحشوها بتاع الحم تاع البقري ولا تاع الغنمي اختيار تاكل دوق تاكل واحد واللي متوفر عندكم في الدار نجموا ما مدلو فيها الفلفلات نجموا اي حاجة تخدموها فيها الداخل أنا هندلت البصل التاعي في هذا الروبوت ونشعل عليه باش ينطحن ومورما نطحن البصل التاعنا نحلو ذاك الروبوت نزيدوا عليه الكفتة تاعد جيج تاعنا أنا هنا على ما طحنتهم شفير أحباب باش البصل ما يقعديش هكا طرفي كبار نزيدوا الكفتة ونشعلوا عليها تاني الروبوت ونقعدو نطحنوه فيه في المقلاء نضرت لها شوية على الزيت كما تشوفون نزيدها لها شوية على الثوم واحدة للسن على الثوم واللازوج ونخلطه بالمغرف ونخليه حتى يدبال هذا الثوم الغاز لا يزيده بزاف قوة متوسط بخش الثوم كما تعرفوا برخوف يدبال ويحمر هنا بعد ما ادبال معي الثوم لا تخليه حالقا نجيب الكفتة التاعي نحطها في هذا المقلاء وهنا نخليها كما تشوفون هي بدأت طيبة معنا الكفتة وخرج المهدك تاع البصل نزيدها لها النار وخليها بشي نشف شوية هنا انا اختياري جبت مغرف تاع سلسلة الجبن لاني خدمها معاكم شعر من الخطرة اللي درنا بها الطاكوس ولي درنا بها الباطاطا في الفرن هذه السلسلة قام نستغناش عليها جب زاف بني نوع اقتصادية ودلكم شعر من الخطرة انا نزلتها معها قمت بتزوج مغرفتها هذه السلسلة الجبن ونخلي نزيدها النار وخلي حتى ينشف معنا وخلي مرما خلي الدك الخالة ينشف هنا جبت العجينة التاعيرة هي ريحت لا تنتفخش معاكم بزاف خلديجا ما خطرنا لها شعفوان الخاميره انا حطتها في فكسطح العمون وقدمتها كغيش شوية عجنها مشي بزاف اقدم شوية حكم روح ونهودوا هذه الخمارة التاحة انا كسمتها على زوج خاش غاد نديرو زوجة على العجينة كما كتشوفو هنا بعد ما كسمتها غاد نجيب هنا حطيت العجينة اللولة عجينة الزوجة نديروها في بلاستيك غدائي باش ما تنشف الكمش حطيت هنا الفارينة فوق سطح العمل نحط العجينة ونبدأ نورق فيها عادي نحط فوقها تاني شوية تاع الفارينة باش ما نقود نورقوها ما تلصقش معنا شاولا ما تكتروش باش ما بعد العجينة ما تتيبسش معنا ما نكونوا نطيبو فيها في الفرن هنا بعد ما كمنا نبدو نورقو فيها عادي نورقوها على حساب السنية تاعنا حساب سينية الفرن اللي غاد ندخلوها فيها أنا درت سينية الفرن متوسطة هادي كتا الحديد غاد نورقها على حسابه وهنا راهي وجدت معي العجينة واني ورقتها على السنك متوسط هنا ندوروها على الوراقة تاعنا كما كتشوفو هاكا باش ما نرفضوها تسهل علينا الرفضة هنا جبت سينية تاعي درت تحتها ورقة طبخ تنجمون تومها تدهنوها غيب شوية زيت وترشع عليها شوية على الفرنة هنا حطيت العجينة تاعي ونبدو نسقم فيها اللي حساب هاد السينية تاعي عاكا ندخلها مليح في هاد السينية باش الأطراف ما يجوش غلاد وتاني الداخل يجو قاعد سطح تاحا مستوي ومليح وامور ما سقمتها عادي راكم تشوفو نسقمنا الاطراف نجيبو الحشو التاعنا بعد ما نشف كما قلت لكم بزيدو لها منها وخلوه ينشف ما تخلوهش مشمخ باش من بعدها ماي العجينة تاعنا ما تتشمخش وما تنتقبشو لالعجينة الخالات يهود تحتها في هود جيم شمخة هنا بعد ما تكملو انا عجنت العجينة الزوجة بنفس الطريقة لعجنت بها العجينة اللولة هنا قبل ما ندي العجينة الزوجة فوقها جبت هنا فرماج يعني جبن مابشور اختياري تقدروا تديرو كما تقدروا تاني ما تديروش وهنا صايا بعد ما دلنا جبن مابشور نجيبو العجينة الزوجة نحطوها بنفس الطريقة ليحطينا بها العجينة اللولة يعني عادي قاعد ماشي زمان مشي حاجة صعيبة عادي ونقودو هكا نكسلو فيها لحساب السنية تاعنا هنا نجدنا نطلعو الانولو نطلعو العجينة التحتانية نطلعوها مع العجينة الفوقانية باش تلسق كما هكا بهذه الطريقة واني ندخل فيها مع العجينة الفوقانية يعني باش نبلعو الخالط باش من بعد فلفل ما تنحلش وجيقا سطح واحد وهنا بالاسبع التاعنا نقودو هكا ننجبدو فيها نحكمو صبع مع صبع ونقودو هكا نديرو فيها نديرو لها هاد الشكل كما تشوفو هنا بعد ما كمل جبت سافارت عبيضة واني ندهن بها هاد العجينة نجمو تزيدو له قطرة على الزيت باش هكا جيل لامع من الفوق هذا مكان نزيدو له نحلي بنوالو باش دينا العجينة الحمرة هنا بعد ما كمل جبت كريمة الجبن صرصة الجبن اللي خدمتها معاكم يدرناها الثاني في الحشو واني ندير فيها خطوطة هكا نديرو خطوطة بالطول كما تشوفو درتها فلابوش واني ندير فيها خطوطة هذه العجينة غد تضطينا الشكل بزيف الشباب مات حمار شي حمار غير وسطاني وتضطينا الشكل مربعات هنا بعد ما كملت بالطول غد نزيدو نديرو بالأرض يعني نديرو هكا زيك زاق نديرو من تحت ومن الفوق كما هاكا باش جينا كاروات كما هاك هنا تنجمو تديرو في بلاس هاد السلصة تديرو مايونيز لما عندكمش هاد السلصة بسعنا ننصحكم باش جربوا هاد السلصة وتديروها وتخلوها في علبة في الفرجيدير في التلاجة تخلوها ديرو بها المملاحات نديرو بها لي قراتين ديرو بها لي طاكوس لي سوندويتش اي حاجة جيصر صبزف بنينة وشابة هنا بعد ما كملت كامل هاد الكارو غد ندخل هاد العجينة التاعي للفرن هاد البيتزا التاعي ندخل هاد الفرن نضيبوها من تحت وبدو نشعلو عليها من الفوق هتا تحمار مليح من الفوق وهي البيتزا تعنا بعد ما كملت انا بعد ما طابت وكملت درت لها هنا شوية تعلم عدنوس وشوية عزيت زيتون من الفوق طلعتها بهم كما كتشوفو شوفو الشكل تحاكي فجأ شباب جيت حمرة اللي قتحمروها منيح من الفوق مام الاطراف اللي قتحمرو باش ما يقعدوش مع الجنين كما هاكا مام هادك الجبن سرصة الجبن جيت توليها كمشو مخوطيها بنا بزاف شابة هنا غد نكسم معاكم طرف باش تشوفو كيفه الجاة مداخل انا غد نكسمها هنا على طرفي صغار وهي البيتزا تعنا شوفو كيفه الجاة مداخل عدا كلو كانت ديلو لها الكفتا تاع الغنمي جي بزاف شابة تعطينا الوان تعطينا الحمر مع البيض وشوفو كيف جاة تريا شوفو جاة تريا ما ديش قاسحة وجي بزاف بزاف بنينة صدقونين اتمنى ان شاء الله هتجربوها ودرك ما علي اغنقلكم اتمنى ارى عجبكم الفيديو تعليون ما تسوش دلو لي جام تحته وما تباخلونيش بالتعليقات تتوحكم وان شاء الله هتبارتجوا الفيديو مع الأحباب والأصحاب الى اللقاء و الى وصفة مقبلة بإذن الله